أعرب رئيس وزراء بلجيك أليكساندر ديكرو عن شكره لمصر على دور محورية في قطاع غزة وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن أمله في استمرار وقف اطلاق النار الأيام القادمة وشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك المزيد من المساعدات والدعم لأهل القطاع أنا أبدأ بالتقدم بالشكر الشخصي لسيادتكم لمساندتكم الشخصية في إقلاء ما يقرب من مائة مواطن بلجيكي من غزة بالأمس مصر وسيادتك قد لعبتم دورا محوريا للغاية في هذا الصدد ومن المهمة توفير سلامة وأمان الأشخاص على مدار أكثر من ستة أسابيع كنتم مساندون لهذا الأمر ونقدر المساعدة التي قدمتها لنا وهذه هي أحد أهداف زيارتي لهذه لكم ولدوركم المساعدة على مدار الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن وقف لإطلاق النار اليوم قد تحقق هذا أخيرا فنجعل هذا ينفذ اليوم وعلى مدار الأيام القادمة ما يقرب من ثلاثة عشر من الرهائن سيطلق صراحهم اليوم هذه أخبار صر ولكننا بحاجة إلى إطلاق صراحة المزيد من المزيد أن وقف إطلاق النار مؤقت أمر مستحسن ولكن وقف إطلاق نار دائم هو الهدف النهائي ولكن هذه خطوة أولية أننا اليوم سوف نتوجه إلى معبر رفع والمزيد من هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر